أهلي في كرة القدم انتصاراته بتستمر الأهلي في كرة اليد انتصاراته وبطولاته بتستمر الأهلي في كرة السلة بيهزم الاتحاد ويتأهل لنصف نهاء البطولة العربية لسه مع الانتصارات الحقيقة وانتصارات دائما بتكون واضحة للأسف حاولت شباب تجيبولنا حد على التليفون من قطر يعني علشان نتطمن على الفريق وخصوصا بعد هذا الفوز الرائع الحقيقة على نادي الاتحاد السكندري وتأهل النادي الأهلي إلى النصف النهائي في النسخة الجارية من البطولة العربية بعد الفوز بنتيجة 82-77 في اللقاء الذي أقيم في صالة نادي الغرفة في الغرفة القطري طبعا النادي الأهلي هيكون على موعد مع فريق سلة المغربي يوم الأربع المقبل الموافق 11 أكتوبر في الدور نصف النهائي في نفس اليوم أيضا حيلعب فريق كويت الكويتي مع فريق بيروت اللبناني إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباريات ويستطيع النادي الأهلي أن يفوز وتظل دائما الانتظارات زي ما قلت لحضراتكم بمناسبة السلة أنا حكيت لحضراتكم منبارح إيه اللي بيحصل في كرة طائرة كرة السلة الأدوات الجديدة اللي بتيجي في كرة السلة موجودة في النادي الأهلي يعني إيه؟ كل يوم هقول لحضراتكم حاجة جديدة النادي الأهلي بيرتب في هذه الأيام إنه هو يجيب أداة من الأدوات اللي بتخلي الفريق مستوى يعلى ويصعد طيب لماذا يفكر النادي الأهلي أو لماذا تفكر إدارة النادي الأهلي في هذا الأمر؟ علشان شيء واحد فقط علشان خاطر جمهور النادي الأهلي يبقى مبسوط هتقول لي يعني هيوانا لما جيب أدوات حديثة علشان تساعد الفريق وبطلب من الجهاز الفني يبقى كده الجمهور هيتبسط آه لأن الأدوات دي بتخليني كلاعب مشتوية يعلى ويتصاعد وبالتالي أقدر أفوز في كل المباريات النهاردة تبت لعب نادي الاتحاد السكندري هذا النادي الكبير العريق الذي له جماهيرية كبيرة والذي له باع كبير في كرة السلة قدرت تكسبه في البطولة العربية أتشاء الله ربنا يكرمنا يوم الأربع ونستطيع أن نفوز على فريق سلة المغربي لو قدرنا نكسب سلة المغربي المرة الثالثة على التوالي بتصعد لنهاء البطولة العربية اللي كانت دائما بعيدة عن النادي الأهلي ففيه جهاز جديد النادي الأهلي أو إدارة النادي الأهلي بتفكر أنها تجيبه الجهاز ده يخليك ترمي الثلاثيات في كرة السلة في كوس بتطلع براها وبترمي النقطة بتتحسب لك بتلت نقاط الباسكت بتتحسب لك بتلت نقاط مش بنقطتين فالجهاز ده جهاز حديث يخلي كرة تروح لإدك وتبقى إدك بتعمل كده على طول فإدك متعودة أن أنت بتلعب الباسكت وبتاخد الثلاثة نقاط وبالتالي ده بيؤثر بشكل كبير جدا على نتيجة المباريات فلما تبقى عندك إدارة محترفة يجب أن أنت دايما تهنق هذه الإدارة لما تبقى عندك إدارة بتنظر لجمهور النادي الأهلي وسعادة جمهور النادي الأهلي يبقى لازم تقول أن أنا عندي إدارة محترفة وتتباهى وتفتخر بهذه الإدارة وجهة نظري أنا بعمل كده لما بروح النادي ولما بععد في النادي وبشوف الناس بتتكلم عن لعبة السلة لما بنبقى بفوستهم وبيتكلم وقولك إحنا بنجيب جهاز جديد هيخلينا نشوت ثلاثيات كتيرة جدا ونقدر نجيبها بشكل طبيعي لازم تبقى مبسوط لازم تبقى فخور في الطائرة لما يقولك أن بيجيبوا حائط صد يعني بشكل معين عامل زي الآلة كده تطلع وتنزل تطلع وتنزل لازم تبقى فخور بهذه الإدارة في الهند بول بيجيبوا أدوات جديدة عشان تقدر تكسب كل مباريات الهند بول وكل بطولات الهند بول اللي بتخشها يبقى إذن شكرا لإدارة النادي الأهلي المحترفة اللي دائما ما تراعي جمهورها وفرحة جمهورها ما بتراعيش حاجة تانية ما عندهمش أي مشكلة في أي حاجة إلا شئ واحد فقط كيف نصل باسم النادي الأهلي إلى أعلى 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 المستويات أو نحافظ على اسم النادي الأهلي في أعلى المستويات وكيف يمكن أن نفرح هذا الجمهور ده من خلال الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم كل يوم كده وإن شاء الله لما الأدوات دي تيجي هصورها لحضراتكم وحوريكم أن عندكم إدارة محترفة يجب أن احنا نثق فيها ونقف ظهرها في كل هذه الأمور زي ما احنا بنشوف خلال هذه الفترة خلي بقى نروح لموضوع تاني